طيب هسا في العون الأخيرة هو يدي ربون السود بالبيت هل البيئة صالحة أنه احنا ربي أسد؟ أكيد الأسد حيوان الغابة اللي احنا نسميه أسد يعني ملك الغابة هذا الحيوان حيوان بري مفترس لا يمكن أن يكون منزلي هسا أوكي تطلع مننا مثلا اثنين ثلاثة عشرة نقول بالعالم يمكنهم يخلوه حالة حالة القط يصير أليف ويا البشر لكن بشكل عام الأسود اللي تدخل للعراق هي كلها تدخل بطريقة غير قانونية يتم استيرادها عن طريق إجازة استيراد الحذاق الحيوانات لأنه الأسد من الحيوانات اللي هو داخل في قائمة السايتس وهذه يراد لها إجازات من ضمنها أنه المصدر اللي يصدر الأسد إلى العراق لازم يشوف طلب من حديقة حيوانات يلا يصدره وطبعا يدخل هنا بشكل قانوني على أساس أنه ودي يدخل حديقة الحيوانات ودي ينباعه هنا أنا ودي يتربع بين البيوت وبين المنازل كحيوان منزلي بس هو حيوان مفترس وخطر جدا والأسوأ منه من أشوف أنه طبيعي جدا قدام ملأ العام قدام الدولة ووزاراتها وبالسوشال ميديا يطلعون أشخاص وعدهم متابعين هوية يروجون لبيع الأسود يسوي إعلان لبيع الأسود الحيوان المفترس اللي هو ممنوع بيع وشراءه ووجوده بين البشر بالبيوت المفروض الدولة توقف على الشيء أكيد المفروض الدولة هوية شاء الله تستويها جميعا